مصر العظيم هذه الحرب التي سطرت سطرا جديدا في تاريخ مصر الحديث هذه الحرب التي كانت مرحلة عابرة وناقلة ومرحلة انتقالية وفاصلة ومهمة جدا في تاريخ مصر الحديث لأنها نقلت مصر من مرحلة الانكسار ومرحلة الهزيمة إلى مرحلة جديدة على رأسها هي الكبرياء عودة الكبرياء روح الكبرياء الروح الوطنية الانتماء كل القيم الوطنية استطاعت هذه الحرب أن تعيدها وتعيدها إلى أذهان كل المصريين خلينا أبدأ كده ونحن نتكلم عن مصر والمصريين أن نحن نتكلم عن وصف الشاعر البدوي الشعبي لمصر والمصريين لما قال جولوا يا محلاها بلادي فيها يسكن ريم الوادي يا محلا مصر الغرية هلها ناس عزازة علي وليها نيل غزير المية والشمس والجو الحادي هذه هي مصر برا وبحرا وجوا وناسا لكل هؤلاء استطاعوا وبكل هؤلاء استطاعوا واستطاعت مصر أن تنجوا من مرحلة كانت صعبة جدا هي مرحلة الهزينة لتنتقل إلى مرحلة الكبرياء عودة الكبرياء مرة أخرى أنا أتذكر وأنا صغير كل ما أدخل أي بيت كنت أدائي صورة الرئيس الراحل محمد أنور السادب بالزي العسكري اللي هو كان بيشرف بالتداءه واللي احنا كنشرف دايما بأن احنا نشوفه ونسعد دايما لما نشوف صورة الرئيس الراحل محمد أنور السادب وهي بتزين كل البيوت المصرية وهي بتزين كل البيوت المصرية وهي معلقة على الحو beds المصريين مش ممكن يعملوا ده إلا من واقع باعتزازهم وفخرهم بهذه الروح الجديدة المكتسبة من نصر 1973 وحرب السادس من أكتوبر فكانت صورة موجودة في كل البيوت وصورة بتزين كل الحوائل ده ليه؟ لأن كل المصريين كانوا عايزين يفتكروا اللحظة التاريخية دي ويفتكروا البطل الشعبي والبطل التاريخي وبطل من أبطال مصر الذين لن ينساهم التاريخ هو محمد أنور السلام تعالوا نشوف مع بعض إزاي أحد الشعراء الشعبيين من بدو مصر العزاز والمحبين لبلدهم والمعتزين والمفتخرين ببلدهم وبخوية بلدهم والمحافظة على تاريخ بلدهم إزاي صور أحد الشعراء هذه الحرب وإزاي صور الدور الكبير اللي لعبه الرئيس الراحل محمد أنور السادس والدور الكبير اللي قامت به القوات المسلحة المصرية واللي قام به القادة قادة القوات المسلحة المصرية وأيضاً الدور الكبير اللي قام به كل جندي شارك في هذه الحرب وأيضاً الدور الكبير اللي قام به المصريين وكذلك الدور الكبير اللي قام به كل القادة العرب ويمكن حرص الشاعر على أن يذكر هؤلاء القادة وهؤلاء الرؤساء والملوك بأسماءهم ما هو إلا شكل من أشكال الاعتزاز بدور هؤلاء الملوك والأمراء وأيضاً تخليد أسماءهم يعني تخليد دولهم والشعوب التي ينتمون إليها الشاعر بيقول اجرب لي يا باه الصفار تعالي خبرني على السادات اللي حشت كل القوات وجاء لهم يا جيش أكبر في اليوم السادس مكتوبر هجمنا وجلنا الله أكبر وعدينا في أرض الميدان عبرنا بجملة طيارات حديد مغير جسبوف وغليد عساكر وسلاح وشبان عبرنا من الضفة الغربية من شرقه همت سوريا ودمرنا جيش الطقيان دمرنا خطك يا بريف وتم مقطع كيف الليف اللي قاله عالي البنيان اللي قاله خط مانع اليوم تهدم وتصدع اللي ما حد جاي اليوم سمع على جوة جيش العربان الخطة تمت بالترتيب ما فيها ولا يد غريب لا سوفيت والامريكان طبعا هنا اعتزاز بالتخطيط المصري اللي هو خطط لهذه الحرب فالشاعر بيعتز اولا بالدور الكبير اللي قام به الرئيس الراحل محمد انوار السادات اثنين الدور الكبير اللي قام به كل من شارك في التخطيط تلاتة الدور الكبير اللي قام به الجنود اربع ان هذه الخطة مصرية فبالتالي لا سوفيت ولا امريكان امريكا سمعتها الأخبار عدوك شاطت فيها النار وجالت سوك يا ديان موشي ديان وين سلاحك هالفانتوم اللي كان بفتخر بيه وين سلاحك هالفانتوم اللي حرم سينا يبرم تحطم كله ع الجبهات الخطة راسمها السادات الخطة راسمها السادات وجهج وجهز من جيشها زباط وقال ارجاني يا ديان تعالي بقى تعالي وانتظر اللي هيحصل مك وقال ارجاني يا ديان وجرب جوة هالشبان اللي هم الشباب المصري والجنود المصريين والزباط المصريين وقال ارجاني يا ديان وجرب جوة هالشبان اللي ما نسي وعار زمان من سينا سبعة وستين وبالمناسبة سبعة وستين كانت هي الدافع الحقيقي لانتصار سبعة وستين من سينا سبعة وستين وسينة ويافا وفلسطين وسوريا وعاهر جولان صبع ديان ومائير وقال لهم نا كيف ندير جيوشي منهم كيف تسير عرب جونا من كل مكان شو بقى الدور العربي الشعر بقى ينتخل كده بعد ما اتكلم عن الرئيس الراحل عنوار السادات والجنود المصريين والتخطيط المصري وازاي ان الاسرائيليين خافوا وهابوا الجيش المصري والطيران المصري والجنود المصريين يتحدث بقى الشاعر بعد كده او ينتخل الشاعر بعد ذلك يتحدث عن دور الشعوب العربية دور التحالفات العربية دور التكامل العربي والمسندة العربية رؤساء وملوك وشعوب فيقول ايه بقى عرب جونا من كل مكان جال جدافي والهوالي والمغرب ما هم الدار وفيصل نادى يا اخواني هيا نمشوا للسادات ده طبعا ايه ادوار تاريخية لرئيس الجزائر هواري بومديان والرئيس الراحل معمر القذافي وملك المغرب والدور الكبير ايضا الذي قام به الملك فيصل ملك السعودية كل ده الشاعر بيخلده في هذه القصيدة هيا نتفقوا في الجول ده مين ده القادة والملوك العرب هيا نتفقوا في الجول ده اللي حصل بالزرق هيا نتفقوا في الجول ونرفع من سعر البترول حتى يرحل هالشيطان اللي هما مين اللي هي دولة اسرائيل حتى تجلى دو مائير طبعا انا بتكلم بنفس اللغة واللهجة اللي بتكلم بها الشاعر وهنا كل الكلام ده على سامين على لسان القادة العرب اول حاجة رفعوا سعر البترول حتى تجلى دو مائير ومعاها ديان اسير ومعاهم باقي العدوان والنصرة تمت للعربان النصر لم يرجع تأثيره على مصر وعلى المصريين وعلى الجيش المصري فقط بل النصرة تمت للعربان هذا النصر لكل العرب لأن بقدر ما ساهمت فيه مصر وبقدر ما ساهم فيه الجيش المصري وبقدر ما ساهم فيه الشعب المصري ساهمت فيه أيضا الشعوب العربية وساهم فيه أيضا الملوك والقادة العرب هذه ملحمة بطلها الجيش المصري وبطلها الشعب المصري وبطلها التحالف العربي الذي انتهى في نصرة لكل العدوان شكرا جزيلا وأراكم على خير ترجمة نانسي قنقر